رأي وتصور لكن قبلها ماذا بينا نتفعلوا معا نتفعل معنا في هذه القصة صندوق النقد الدولي هل هي مسألة اقتصادية اقتصادية مالية أم مسألة يدخل فيها السياسي كما كان يقول سيمو حمد علي البغديري ويدافع نجيب تزيري على المسألة يصل به الأمر أنه يطرح قصة التطبيع صحيح لا يطرحها بشكل مباشر لكن في الكواليس في ما يسميه معناها السيد وزير التربية حقيقة القرار المطبخ الخلفي متع صندوق النقد الدولي أنت كخبير اقتصادي سيريدا تميل لأي رؤية كأستاذ تعليم علي في الجامعة يعني كأستاذ جامعي في الاقتصاد فلستو خبيرا في الحقيقة نعم أستاذ وندهدي العبيد واللي تتبرم قصة خبيرة بعد وجوم رئيس جمهورية على الخبراء أيوة هو في الحقيقة ما يميز البرنامج هذا هو التنوع هذا اللي قاعد نشوف فيه وحاجة به يسر فأمطي أعراء مختلفة وأنا حقيقة قاعد نتبع ديمة في البرنامج يعيش كسيريدا وميزة وميزة الاختلاف هذا اللي حلو ويسر ويعطي رونق للبرنامج يعيش كسيريدا أنا حاب نتفاعل مع الكلمة اللي قالها سيد وزير الترابية نعم الكلمة الأولانية سعى يعني قضية الفلسطينية ما فيهاش مزايدات يعني حقيقة الشيء اللي وقع في تونس هو استقبال الفلسطينيين في المستشفيات أندي بواندامون من الغيات يعني واسمس الوجدانة التونسي بسارة الحال فأمتي أنا مسني وجد الفقير بما عنده والشيء اللي عملته في تونس شيء جيد جدا وهو أضعف الإيمان هذك الشنجمه نعم وسبع بالنسبة للنقطة الثانية شوف راهو وزير الترابية ما يحضرش المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو لا يعرف خفايا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمسائل السياسية يمكن تتدخل مش في الاتفاق التقني يمكن تتدخل لما يعطي الموافقة صندوق النقد الدولي للمرور وتعيين جلسة لمجلس الإدارة من صندوق النقد الدولي وقتها يمكن تدخل حسابات سياسية لخطر فما التصويت مش تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم به الأوروبا وكذا وقتها يمكن تدخل العمليات للمسائل السياسية ولكن كلها مسائل تقنية بحتة وكما قال حسين الحاضنة موجودة يعني أنت وقت يوافق لك صندوق النقد الدولي أنت قادر باش تطبق ولا مش تطبق وقت قادر مختش وقتها عندك حاضنة حاضنة اجتماعية وعندك أطراف اجتماعية اللي هي قادة موافقة وماشية معاك في الخط هذا يعني فما نوع من تشريك المنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني وفيه فما تشاور واسع على مستوى الإصلاحات هذا حسب رأيك يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لقرار صندوق النقد الدولي ايه عنده اعتبار ينسير عنده اعتبار قبل طوام ما عادش برشا عنده اعتبار هتن قلك عليش شوف التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس من المحرمات الاغتصادية وفما دول اللي هي تعاملت مع صندوق النقد الدولي وحقت نتاج جيدة ومنها دول خلصت لصندوق النقد الدولي وخرجت من الأزمة ومش العيب العيب تعرف وين العيب في من يتفاوض مع صندوق النقد الدولي جرات العادة في السنوات الأخيرة منذ 2011 إلى الآن هو أن من يفاوض صندوق النقد الدولي يركز على المال أكثر من يركز على جودة السياسات الاقتصادية واخذينا سياسات اقتصادية في الحقيقة أعطت نتائج سيئة وسيئة جدا على المستوى الاقتصادي ومنها السياسة النقدية اللي أنا معناها بذلت فيها مجهود كبيرة برشا بش نعطي حتى مقترحات على مستوى المجلس نشوفوا احنا السياسة النقدية الحذرة اللي أداتي للترفيح داشنا مرة لنسبة الفايدة المديرية شكون رباح منها مرباح منها حتى واحد المواطن التوسيق قاعد يخلص فيها قصة زيدة المؤسسة الاقتصادية الكلفة متع الاستثمار قاعد علي برشا فقدت التنافسي انتهى على مستوى الدولي الدولة بيضة هي كنا أعطيك رقم هنا في قانون المالية التعديلي ترفيعت على نسبة الفايدة في ديسمبر كان 7.25% في جنفي 2023 رجع الثمانية مرة برك هذا خسرت دولة 620 مليار قرار خاطئ إذن؟ على خاطر زيادة خاطر الدولة بيش تخلص ليزان تيريه أكثر من العادة لأنه نسبة الفايدة زادت حمضنا على حمضنا على التذخم التذخم قاعد في نسابة معقولة لو لم نقم بهذا لكانت نسبة تذخم 20% نسبة الفايدة مدى غيرها كي كانت 7.25% لما أخذيت أنت وقت لي بيش تخلص بيش تخلص بزيت في ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى الميزانية التعديلية اللي هي تعاملة قبل يعني 2023 فالترفيح هذك من 7.25% إلى 8% خسرت الميزانية تعد الدولة 602 مليار يكن نضربوهم في العشرة نحن مرة في العشرة هنا 6 مليار دينار كاملة خسرتهم الدولة التونسية في جرة هذه السياسة النقدية الحذرة متاع البنك المركزي البنك المركز في نسبة الفايدة المديرية لش نقول أنا نقول السياسات اللي قاعدة تطرح وتناقش لا تناقش بالكيفية اللازمة بما يخدم الاقتصاد التونسي لأن العقول مركزة في تسريح الأقصة معناها أنا نتناقش مع صندوق النقد الدولي نعتبر روحي ربحت ونجحت وقتاش وقت اللي هو سيبلي الفلوس مش وقت اللي أنا قناعته بالنسياسة هذه كريمة تسلحش لتونس وفهم مفاوضات وتنجم تكون حتيك أنا في السنوات الثمانين أنا خدمت في الإدارة التونسية في الليزاني 4 وشاركت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بداية الثمانينات ووقتها عملنا دينار تونيزيان عملنا تخفيق تقيمة الدينار التونسي 15% وشروطنا باش نجربوها أربع أشهر فقط فهمتني وعطات نتيج تذخمية كبيرة برشا ونتفكر لتكسرت له الكرهبة وقتها وباش يسلحها تكلفت له بالغالية خطر اللي بيسي تلاشي سنتي بورتي ووقت اقترحنا التخفيض في الأداءات القمروجية باش المؤسسة التونسية اللي تجيب الماكينات وهي تجيبها بالغالية لخطر الدينار خطر ينقصوا لهم في الأداءات القمروجية باش الكل فاتو قاعد هي ومشيت هذي له وهذا كان مقترح تونسي للصندوق النقد الدولي يمشي فيه يعني صندوق النقد الدولي هو عنده بوكس يقترحه لكن أنت تشتقل وراه وهذه ما تنمشيش ما تركبش على السياق التونسي هذا هو اللي ممشيش في المفوضات مع صندوق النقد الدولي بما في المصاوضات الأخيرة وانتي سمحني عندك عشرة مليار دينار لأن أعلموا مصدرها النسبة العام الجاي اللي حتينا في قانون ميزاني في 2024 وانتي عندك سنة بنتي باش تخلصها في الديون ديون كبيرة برشة عنها في سنة 2024 عندنا 24 مليار دينار منهم 12 كلها للخرج كيفاش باش تخلصها كيفاش عاتيني كيفاش تعمل وكي تقول انتي عشرة ايش معناها معناها الدولة هذه الأرماعة البلاد في المجهول في المجهول في ذات عشرين كنا نحكيه في نفس تكلام وقلنا منيبش الخلص وخلصنا لا 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 هذا كشي خلصتوا على حساب شنوة وتنجمت وصل بيها عمي جاي ما تنجمش توصل بيها عمي جاي عليش تقصد خلصنا على حساب شنوة عمنا انتي خلصتوا على حساب معجه جاووك مداخيل ما التحويلات تتنسينا بالخارج وجاووك ملصيح ايش عملت انتي نقصت الواردات لكن الواردات ما يقلقش وقد يتنقص مواد استهلاكية ولا حاجة كما هاكا انتي نقصت مواد اولية ونصف مصنعة اللي بيش تخدم بهم الشركات نعتيك ارقام نعتيك الواردات نقصت في العشرة اشهر للسنة التكثير وثلاثة وعشرين الا 3.4% تعرف كيف كنا نعملو في القبل 33% مواد المصنعة المواد المصنعة نقصت اللي تخدم بهم شركات المواد الاولية احنا نراه اقتصاد مرتبط بالخارج ما نجمو ننتجو هذا اللي منجيبو المواد الاولية المواد المصنعة واقلي احنا نقصنا منهم شو قاع وقاع التخفيض في الانتاج كي وقاع في الاخواء التخفيض في الانتاج ايش شو قاع تراجع على نسبة النمو الاقتصادي ايش كونه خسر الدولة خسر تتعرف عليش عليش لانه المواد الجبائية نقصت 1200 مليار كاملة عليش على خاطر الشركات وقت اللي تخسر تولي تخلص اقل اداءات وبالتالي هذا اللي وقاع في 2023 احنا نجمو نكملو بها 24 ما نجموش خاطرنا شنو النتيجة بشي سكرونا الشركات متاعنا وبتالبة تكثر واحتقان وتكلب عادها ما نجموش نكملو قولت سلكناها سناء وي سلكناها سناء ولكن عم بجي ما نجم يكفير حسبرايك سريد يكفير يفوترو فيدي سوليسيو المشكلة اللي قدقني هنا على مستوى الحكومة التواصية سيكون كيف تحط لي انتي قانون مالية 24 بيعشرة مليار كلهم مني بتجيبهم كلهم مني عرف شنين بتجيبهم كيفاش متاعرشين بجيبهم انتي عندك التزامات بش تخلص بعد منيوه العشرة في تمويل ميزانية إي ولكن سيريذار 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 سؤال عمناول حطينا في ميزاني 23 حطينا مبلغ وقدروا بحدود 12 مليار دينار اقتراض من الخارج خارج عمناول حطينا في حدود عشرة عمناول في العشرة داشفاس وطا احناها العشرة جبنا منهم ما جبنا منهم إلا الربع لا جبنا ثمانية ايه ولكن اش عملت انتي طرش عملت انتي مشي تسلفت من الداخل ايه وكي تسلف من الداخل عند كي تتسلف انتي وتاكلهم ما يعطيك تضخم المالي ما تضخم المالي من جاي هذا التضخم المالي بتاع نحن المصدر بتاع نخل من جاي هي داولة قاعدة تسلف وتاكل مايشي قاعدة تخدم شايحنا السوق